السلام عليكم معكم علي أهلا وسائل بكم بدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أنواع المنازل المختلفة نتعلم بعض المعلومات عن المنازل وبعض المفردات والجمل والملحظات القواعدية التي ساعدنا على زيادة مخزوننا اللغوي ومعلوماتنا بالنسبة للغة الإنجليزية ندرسنا Different Kinds of Homes أنواع مختلفة للمنازل أول نوع من هذه المنازل نسميه Behive House المنزل على شكل خلية نحل These houses are called Behive Houses They are made of mud, water and dry grass People build Behive Houses in some hot, dry places The mud, walls and very small windows keeps the homes cool These houses are called Behive Houses نبدأ عند الفعل تدعى هذه المنازل منازل خلية نحل يعني لها على شكل خلية نحل They are made of مصنوعة من مد الطين أو الوحل Water, water and dry grass والعشب الجاف People build يبني الناس Behive Houses منازل على شكل خلية نحل In some hot, dry places في بعض الأماكن الجافة الحارة The mud, walls and very small windows keep the homes cold الجدران الطينية والنوافذ الصغيرة جدا تحافظ على برودة المنزل أو تعطي المنزل برودة اللاحظ Houses استخدمنا are called نسمي هذا مبني المجهول المبني المجهول يكون عندنا B فعل الكون والفعل بالتصريف الثالث نسميه مضارة مبني المجهول إذا يكون عندنا فعل الكون A والفعل CALL مضاف له E-D بالتصريف الثالث أيضا عندنا are made of مصنوعة من أيضا مبني المجهول اللاحظة استخدمنا are والفعل made هو أصله make make, made, made أيضا مبني المجهول مبني المجهول يعني يعود بشخص غير معروف يعني doer of the action يعني فاعل الحدث ليس معلوم ما عدت سميه مبني للمجهول mud طين لاحظ إذا كان عندنا قائمة من اسماء نضع مثل عندنا one two three لاحظ mud لا نقول mud and water and آخر اسمين نضع and اللي قبلهم نضع كما فاصلة mud water dry grass people build إذا كان لدينا عظم صفتين نضع كما بينهم some hot dry places إذن hot dry تصف places the mud walls نلاحظ عندنا جمع عند إذن لا نضع s المفضل الغال keep إذن تحافظ على المنازل باردة أيضا ننتبه made of made of مصنوع من made in china for example مصنوع في الصين عندنا الفعل made of بعده material مادة معينة مصنوع منها made in مصنوع في بلد معين these houses are called behive houses they are made of mud water and dry grass grass عشر people build behive houses in some hot dry places the mud walls and very small windows keep the homes cold stilt houses منازل المبنية على جدوع أصجار stilt إذن منازل على جدوع أصجار in some hot wet places people build houses on stilts stilt houses are built high above the water or land the stilt are tree trunks the air blows under the houses and keeps them cold in some hot wet places في بعض الأماكن الرطبة الحارة wet رطب people build houses يبني نبدأ دائما عند الفعل يبني الناس منازل on stilt على جدوع أسجار stilt houses are built high above the water or land تبنى أيضا ببن المجهول بيوت stilt high عاليا above فوق الماء or land أو فوق الأرض أو اليابسة land أرض أو يابسة the stilt are tree trunks stilt هي إذن are تكون أو نقول هي جذوع الأسجار trunk trunks جذوع الأسجار قسم من الشجرة the air blows under the houses إذن يحب الهواء تحت المنازل and keeps them cold و برودة stilt houses in some hot wet places people build houses on stilt stilt houses are built high above the water or land the stilt are tree trunks the air blows under the houses and keeps them cold cave houses المنازل المبنية أو المصنوعة في الكهوف cave cath المنازل كافية cave houses are built in rocks and mountains some cave homes are very old cave homes stay cold during the summer they stay warm during the winter cave houses are built تبنى المنازل الكافية in rocks في الصخور and mountains الجبل mountain mountains جبل mountains jibble some cave homes are بعض المنازل الكافية الكهوف تكون very old قديمة جدا cave homes stay cold تبقى المنازل الكافية معتدلة البرودة during the summer خلال الصيف they stay warm ايضا تبقى معتدلة الدفع او دافئة during the winter خلال الشتاء لاحظ ايضا r build اذا الفعل build يبني الماضى منه build اذا تصرف الثالث build اذا مبني المجهول بيكون عدنا فعل كون كما قلنا والفعل بالتصريف الثالث اذا تبنى اذا لا عرف من اللي بناها اذا مبني المجهول ايضا استخدمنا r لانو عندنا homes المنازل لو كان هون منزل واحد نستخدم is stay stay يبقى ننفضها stay اذا كانت الكلمات ممتهبة a y ننفضها a stay lay w c re p d اذا الكلمات ممتهبة a y نفضها a اللحظ stay war تبقى يعني احنا عرف stay يبقى او يمكث اذا المعنى تبقى بافية stay cold تبقى باردة cave houses are built in rocks and mountains some cave homes are very old cave homes stay cold during the summer they stay warm during the winter skyscraper ناطحات السحاب skyscraper ناطحة سحاب بس ضف s تصبح جمع in cities all over the world people live in tall buildings called skyscraper they are made of metal concrete and glass برج kareefa skyscraper has more than 160 floors and 75 lifts in cities in the city all over the world in all around the world in all around the world in all around the world people live people live in tall buildings في أبنية طويلة إذن دعنا الصفة قبل المنصوف cold تسمى أو تدعى إذن أيضا مبنى للمجهول بس ما نضع are cold خلاص نكتب cold تدعى skyscrapers ناطحات سحاب they are يعني they تعود على skyscrapers مشا ما نعيد مرة ثانية استخدم الضمير they they are made of إنها مصنوعة من metal المعدن concrete cement and glass و الزجاج اللحظة أيضا ثلاث مواد وثلاث اسماء نضع فاصلة بين أول واثنين آخر اسمين نضع بينهم and لا نقول metal and concrete and and كما قلنا سابقا برج خليفة skyscraper has more than 160 floors and 57 left في ناطحات سحاب برج خليفة هناك 160 دور أو طابق و 57 مصعد اللاحظ كلمة city مدينة y وقبل حرف ساكن نقبل y إلى i ونضيف es إذن city cities نخذ تركيب هذا كما قلنا all over the world أيضا نرتحة سحاب واحدة skyscraper نضع has لا نضع have they can skyscraper نكتب have لكن هنا واحدة نضع has in cities all over the world people live in tall buildings called skyscraper they are made of metal concrete and glass برج خليفة skyscraper has more than 160 floors and 57 lefts بهذا الشكل تكلمنا عن أربع نواع من المنازل أخذنا بعض المفردات بعض الجمل والتراكيب بعض ملاحظات القواعدية التي تساعدنا على الكتابة والتحدث بشكل أفضل بدون أخطاء قواعدية بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته